في إطار تعديل وزاري محدود للحكومة البريطانية بقيادة المحافظين أعلن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج استقالته من منصبه حتى يتولى منصب زعيم مجلس العموم وقال هيج إنه لن يترشح إلى الانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل وإنما سيتفرغ للكتابة ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عن تغييرات في حكومته في سياق التعديل الوزاري الذي يرمي إلى التحضير للانتخابات التشريعية ويعادل منصب زعيم مجلس العموم مرتبة وزير وهو عضو في الحكومة أيضا وتتوقع وسائل الإعلام المحلية أن يعوض الوزير المتخلي على رأس وزارة الخارجية وزير الدفاع الحالي فيلي بيمونت ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى